سلامات مرحبا كيفكن اليوم بحلقة بس عربي معي طالبتي من فرانسا بولين بولين هي فنانة شغفها الرسم خلال دروسنا اشتغلنا سوا على مقطع حتى ساعدها تقدر تحكي عن الفن وعن الرسم ومشاعرها وكل شي عن هاي الموهبة يلي عندها ياها وبعدين فكرنا انو بيكون حلو نعملها متل سؤال وجواب ونشاركها معكم فلهيك اليوم معي بولين ورح نشوف شو حضرنا مع بعض سلامات بولين كيفك؟ سلام انا تمام وانتي؟ انا تمام منيحة يلا جاهزة حتى نشوف الشي يلي اشتغلنا عليه سوا ونقرجي للي يعم بيشوفونا اي شاهزة اول شي خبرنا ام تبلشتي رسالة؟ من لما كنت صغيرة بحب الرسم بالحقيقة بلشت الرسم من لما صرت اقدار امسك القلم بيدي قبل هيك كنت ارسم بيدي بالفرشاية او بالتوابع على ورق كبير اكبار مني كتير حلو ممتاز شو كنت تحبي ترسمي لما كنت صغيرة؟ كنت بحب رسم حيوانات او اميرات ورسمة لا احكي اصاص مهم وتعلمتي بعدين تقنيات هيك لحتى تطوري اسلوبك بالرسم لما كنت تسعة سنين بالمدرسة طلبوا منا نرسم خطوط على الورق بعدين نختار خطوط على شكل عيون ودم ونعملهم شخصية واحدة من اصدقائي عملت التمرين كتير نيح وبصراحة غيرت منها بس تشجعت وسألتها كيف عملتو وهي كيف تعلمت ترسم هيك بهي الطريقة؟ قالتلي تعلمت ترسم شخصيات مانجا مع احقوها وبعد درسنا علمتني كيف عمل حون كمان علم جديد انفتح لي يعني كانت هاي البداية حتى تبدي بالرسم بشكل منظم اكتر بعد هيك مين ساعدك حتى تطوري موهبتك بالرسم؟ اشتغط لي كتاب لاتعلم رسم شخصيات مانجا خطوة بخطوة ديت ساعات وساعات عم اتعلم خطوات مختلفين واكيد هاد الشي ساعدك حتى يكون عندك تكنيك تبدي فيه وتطوري اسلوبك بالرسم لما صار عندي حتى التكنيك كنت ارسم تقريبا كل يوم كنت انسخ شخصيات حبيتها واختراع شخصيات جداد واستمتع برسمها ممتاز وحلا لسا بستعمل نحن كأساس لارسم شخصيات حتى لو عندي اسلوبي الخاص احكي لنا كيف ساعدك الرسم لتفهمي حالك لقيت الرسم طريقة لاحرب من الواقع لوقت قصير لكون بالشي مثل الفقاعة كمان الرسم كان طريقة لاحكي واتواصل مع الناس الشي يلي عنيت منه لوقت طويل لما كنت ارسم كنت حط مشعري بالصورة الناس كانوا يسألوني اسئلة كانوا محتمين بالطريقة كنت ترسمي لحالك أو كان فيه حدا يرسم معك كان عندي رفيقة ترسم معي بالمدرسة كنا نختراع أساس سوا كأن الشخصيات كانوا عايشين جوانا كنا نعطيها حيا كل مرة كنا نضيف شي لأسطحن ممتاز كتير حلو لما نكبر منفقد الاهتمام بالشغلات اللي كنا نساويهم لحنا وصغار أو ما بيكون عنا وقت كافي وإنتي كيف تأثر شغفك للفن لما صرت كبيرة لما كبرت ما كان عندي وقت كتير لأرسم بس بلشت أقرأ كتير كتب فيها رسمات بأساليب مختلفة طروس البنون بالمدرسة كانوا سعب الأسبوع بس كان ممكن جرّ تقنيات مختلفة مثل النحط، الرسم، الفيديو أو التصوير وصعوا نظرتي لقداش في فنون مختلفة هلا أنا خليت من كل شي عملته أو دارسته بالماضي بعد كل هالسنين شو بيعني لك الرسم؟ بزن الرسم طريقة لنعبر عن الإشياء يلي مو ممكن نقولها بالكلام طريقة لنشارك، نتعلم، ونستمتع ليش ما رحتي على جامعة فنون واشتغلتي بس بالفن وبالرسم؟ شي جامعة الفنون صعبة بتخلي الواحد يقرف الإشياء يلي بحبها بلواقت محدود، ضغوط، غيرة لو ما كانت حياة جوانب مهم إلي كنت رحت على جامعة الفنون إذا لازم أشتغل بالفن كل يوم، حتى لو ما كان في الحام أو مالي مزاج، ما بستمتع هلا كيف بتمرسي الفن؟ أمتى وين بترسني؟ درشت أشتغل بالفن بوقت جزئي ومستقل بشتغل بعلم النفس عصبي وبرسم بوقت فراغي وكمان بعلم الرسم لمبتدئين من وقت للتاني بستمتع كتير بتعليم شغلات مختلفة للناس أحياناً برسم كمان مع الناس تانيين هلشي ممتع كتير وبغير جو بالصيف بعرف إني رح أروح مشاور كتير وارسم برا ممكن مع أصدقائي ما فيني استنى شو أكتر شي بتحبي ترسمي هلا؟ رسم الشخصيات لسا هو مفضل عندي بس بحب كمان ارسم مناجر الطبيعة أو ديكور داخلي أو شغلات مختلفة وغيره شو الأدوات اللي بتستعمليها للرسم؟ بستعمل وصلتين بشكل أساسي iPad Pro ببرنامج Procreate للفن الرقمي و تفطر رسمي للفن التقليدي بستعمل صور كامراجع أغلب الوقت لما أكون خيفة من الورق الفاضي بعدين بجمع عدة أفكار برسمة واحدة شو بتنصحي الأشخاص يلي بدون يرسموا بس ما عندون ثقة بموهبتون؟ برأيي الفن موجود بكل المكان بالنسبة إلي إذا بتشوف حالك فنان فأنت فنان بارف إنو ما كل الناس راح يوافقوا مع هي الفكرة بس أصلا تعريف للفن كتير مختلف من شخص لتاني ما في تعريف واحد وشامل للفن فممكن يكون عندك تعريف الخاص إذا بدك ترسم ما لازم تضغط عحالك ارسم بس لا تستمتع لأنو إذا بدك فيك تخلي رسمك لحالك وفيك تفرجي رسمك بس إذا بدك كتار لما بيبدوا بمجال جديد بيقارنوا تجربتهم وشغلهم مع يلي شبقوهم بهذا المجال شو بتنصحي إنتي الفنانين يلي بيقارنوا فنهم أو الفنانين الجدالة يلي بيقارنوا فنهم مع فنانين الهن زمان بهذا المجال؟ بنصحك ما تقارن حالك بفنانين تانين ثقافتك وتجربتك مختلفين فنانين ما بيتقارنوا ببعض لا تخاف جرد تقنيات مختلفة مثل رسم والطلوين ورسم بالزيت لا تستمتع إذا الفن مو ممتع ما بشوف الفائدة منه ارسم وانبسط أكيد الواحد لازم يستمتع وينبسط بأي شي بيعملوا بحياته فكيف إذا الشي هو الفن شكراً كتير بولين لأنك وفقتي إنك تطلعي معي بهذا الفيديو بعرف قديش هو صعب عليكي وبولين اشتغلت كتير على حالها لحتى تقدر تطلع وتحكي يلي حكته اليوم برأيي إنه لما منتعلم نحكي عن الأشياء يلي منحبها هذا الشي بيساعدنا نتعلم اللغة الجديدة وبيعطينا مفردات من نستعملها كل يوم فدائماً تعلموا تحكوا عن الأشياء اللي بتحبوها باللغة اللي عم تتعلموها حتى لو كانت مفردات صعبة شفنا اليوم شلون بولين استعملت كتير مفردات صعبة بس نجحت بالنهاية شكراً كتير إليك بولين وبشوفك بيدرسنا مع السلامة مع السلامة باي 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 موسيقى موسيقى